الجمهور ده اللي حنا بنتكلم عنه دايما في دهر اللعيبة ودايما بدعم اللعيبة يعني انت اكيد بتشوف الجمهور وكنا لسه بنتكلم عن الجمهور عن قد ايه الفرق الكبيرة بتبقى عملاله حساب عذاك توجيه لهم كده رسالة بقى احنا خلاص ماتش نهائي ماتش مهم جدا كل الجمهور زمان كوام سنين اللقب ده بالذات انت رايح تشجع 90 دقيقة كاملين ما بتعودش يسعني وده بنشوفه في كل مباراة مهمة او مش مهمة ولكن المباراة اللي جاي بي مهمة اوية أذكرة توجيه لهم رسالة التالت ايمين خليكوا التالت ايمين بس ما فيش مدالي يعني بايجي تتكلمي عجمهور زمالك خليك جمهور زمالك انت الجمهور اللي دايما بيجيب بطولات لما بيطالل زمالك يعني بيطالل فائة تانية بيطالل عيبة بيطالل زمالك بيطالل جمهور بس فيه لعيبة كتبة وهو مهمة جدا عندنا بس الاصل الجمهور فلما تجي كلمة حد في تلتة ايمين هتقول له خليك التلتة ايمين خليك زي ما انت بس هو هو عارف هنعمل ايه تبدير سلاح ايلوي يعني انت مش هايست غير حاجة فيه فيش لا زي ما انت هو اصلا بروح بجيب مكسر شجع فريق كسبان خسران بعيد قريب انت شفت المغرب احنا عاملين ايه طبعا والله ملعب والله احنا كنا بنقول احنا عددنا اقلب كتير جدا في المغرب و ان احنا مش هنشوف التشجع ده ولكن الحقيقة شفنا صوت الجماهير المصرية في المغرب اعلى من صوت جماهير المغرب اه طبعا شور تاني شور تاني كانت شكاموا لعب اه اصلا ده ده العادي بس الناس اللي بتعافشوا جهدي اقفت صحيح بس يعني ده العادي بتعاجم زمالك اصلا في اي مطش في اي طولة هو ده زمالك ده الجمهور بتاع زمالك او زمالك ده هو ده زمالك فهلا ده جمهور تحسش اكلك كده يخوف يعني أصلا الناس دي مصدقة في النادي في كل الظروف يعني في كل حاجة ما تفتكريش لحظة للزمالك ما تلاقيش جمهوره فيها هو الجمهوره اللي بيعمل الحدث مش اللعيبة صحيح اللعيبة عبدالعظيمة عندنا أساطير اللعبة في النادي بس دايما حتى اللعيبة هم عارفين روحهم هنا تلتايمين هنا ده ده زي ده مدارج الغرب بتاع بريست الدورتهم دايما بشبه بدا مصبوط هتيجي لأساطير لعيبة جامداوي ولكن الجمهور هو في حاجة في قلبي أنا بيشتغل عشان دول وبداية هم بيعملوا كل حاجة وبيبذلوا يعني كل الجهد اللي عندهم عشان فعلا الجمهور ده عشان بيبعارفين ان الجمهور ده هو فعلا جمهور متواجد في كل المباريات بيجي من أبعد الأماكن عشان يحضر مباراة عشان يدعمك عشان يشجعك حتى وانت خسرون فالحقيقة يعني أنا بشوف ان هم أكيد بيبقى في دماغهم الجمهور ده وهم نازلين المباراة هم بصين على الجمهور الرسالة لو راحت بقى بنشل الجمهور الرسالة لو راحت للعيبة بص عالجمهور هو ما نزله بس لا يفرق معي اه بص عالجمه بس بص عالجمه لأ وفكر كل واحد دول جيه ومسدق فيك ومشي من الشهر ده عشانك وجالك بعد يعني هو جاي مسدق فيك عطول هو راقع عطول هو سايبي في البيت هو عنده مشاكل عاملة زيب الصلاة في جنبك من الصبح يومية تجيه مش عشان حاجة الصبح احنا كمان نادي زمالك يعني دايماً بيعذب مشاكله بأزمات ومعاك اي لعيبة مش هتبقى بقيمة ان انت بص عالجمهور وانت نازل بس صحيح بص عالجمهور بس بص بجد بص بقلبك بقى يعني بص وركز معام شوية كل واحد دول بصدق فيك وفضل ورا النادي ده سنين احنا مفيش حد بيغير من تماؤه يعني في مصر تلاتين سنة بتقعد عبعين سنة خمسين سنة اي ان كان عمر كده بتفضل ورا النادي ده وجمهور الزمالك ورا النادي ده على طول مش مش لو بيكسب ومش في اي ملعب قريب مسلا بس ملعب بعيد من ونروحش يعني الناس بتروح في الجونة احنا لعبنا بطولة في الجونة وابل كده احنا المرشاق كلها متأثلة ده هاي في مغرب احنا مولعين الملعب الشور التاني بتاعنا احنا صوتنا عالي في مغرب اللعيبة لو عايزت قللها مسج بصوا اللعيب الخير يبصوا على جمهور يبصوا على جمهور حاجاتي في كونة القدم جميل بتالتين في الزمان وانا كمان عايز اقوللك انه حتى في المغرب احنا شوفنا الجمهور في المغرب عامل ملحمة أنا بقول لك كأننا بجد في مسلا سماع الله يعني ولك أنهم رايحين المغرب يعني بص معايا كده المشهد ومسدقين وما فيش ضغطة بعد الجون التاني ولا أي حاجة ولا بطلوا ولا هدي ولا ميشوا مثلا أصل الجون التاني ده بقولك قلب مواجع جامدا لا لا إحنا مكملين عايز لأ أنا كمان بايز أقول لك على حاجة بين الشوتين جمهور الزمالك بعد بقى ما هنا الناس بتدت ترمي الفوتة خلاص هنا وقفين بيشجعوا ووقفين أقوى وبيرو هنجيب جون أي حد فينا ممكن يتعصب أو يتدايق مثلا هو بتفاجع موتش إنما لو حد فينا موجود في المدارة مش هيبقى كده ما بيتدايقش لا بيشجع كده بص الموضوع بناخده عند المتالي ما عافش هي حاجة هو أنا بس الزمالك مش هتحس أنت مسؤولة أو مش هتغلق أنا صوتي هيبقى أعلى وأنا هشجع أكتر أنا هحس المسؤولية بصلا أن أنا اللي بجيب المكسر فتحس الموضوع كلما ينتعرض لموقف أصعب بتلاقي جمهور الزمالك منتمي للزمالك أكتر أكتر فأنا مش كيف أقول لك اللعيبة أي حد عنده أي مشكلة قبل الماتش انزل بداية شوية وبصع الجمهور هي مشكلة تتحل هي من نفسها تتحل صح كورة كلام كورة متهاري جومز محدش يعني محدش يعلي عليه في مجرد وإحنا مش محتاجين في النهايات لأ وفي مشاقة للرحلة كبيرة جدا يعني مشاقة الرحلة من كازابلانكا لنهضة بركان للملعب 12 ساعة رايح و12 ساعة راجع مشاقة من غير الطيران بقى؟ أه طبعا ومتهار الناس دي لو في تفاهم هم يعادوا بإيه؟ أنا أصلا نفسي الناس دي لو ينفع يتوجلهم دعواتي بحق الملعب لو حد فيهم الحاجة يحجز التسكيرب وياريت كنت فاكرة أتكلم في دعواتي بس لو في حاجة لو في حد فعلا في إيده الموضوع يعني الناس دي يتوجه لها دعوات أنا عايز أقول لك الحاجة بس انت التذاكر دي بتخنص أول لما بتنزل سبعة دقائية تذاكر يعني ما بنلحاش ندخل نجيب التذاكر بس هم الناس دي لو في دعوات أو حاجة متشالة ويتوجه لهم هم أولى ناس أنهم يكونوا موجدين بصي دايما بقى ليه كم يوم بفاقر في موضوع ده الناس دي ونس تاني ردوا كمان كل من حضر بغاية أرتا سولار ده هيستاه لتوجه له دعوة ويارح لستاهد قبلها حد دي حقيقة لا أعيز أقول لك إن كمان التذاكر المتاحة اللي نزلت هي اتحجزت وخلصت وده وفقا لموقع تذكرت فما فيش بتعوافت أنهم أكد ليحقوا لأنهم مش هيستاهدوا في ناس في أرتا سولار الماتش ده إحنا كنا مشينا وكان في كافسة في تاريخ النادي حبنطل عدام فهي يعني ماشي يعني على قد حالو وبعدين ماتش ده السفر المغرب دي ناس مصدقة في النادي لدركة أنهم لازم يبكباموا يحضرهم ماتش ده دول الناس بصدهم بس يخلصوا ماتش طبعا ما احترامنا كل الناس بقى اللي هتروحوا مياه ملعب كده كده هيتقفل لو عملت ملعب بشيل 500 ألف هيتقفل 500 ألف مليون هيتقفل طبعا جميل زبالك في رمضان برج العرب مزود العدد برحتك وفي رمضان وفي برج العرب والملعب متقفل قبل المتش بساعات والمالعب قد اللي في الملعب والناس اللي كانوا بتضع على التزايا كترب كتير فمش هتقولك الملعب هيتقفل يا مصد أنا معي زميلي يعني المعاد إسلام الجهري يعني بيكلم عن قد ايه ذكريات يعني مع كل واحد راح للاستاد طريق الصحوية كان زحمة ليه ذكريات اه وأنا بفتع طريق الصحوية طريق الصحوية كان زحمة رحض نفتر كلنا على طريق الصحوية ناس بتفتر في الاستاد يعني يلقى ذكريات جميلة ملعب تتهزي وكان ماتش صعب وكان هما أقوى لا بكوجه كفية اوي لا بكوجه احنا ما كناش برضو جاهزين اوي وكان الناس بصدقة لحد ما جاد تعيشوا ناس بتعايد في ضربات الجزاء وبيدعوا ويعني احنا سنين ملحمة بقى زي ملحمة 2019 الجمهور زمالك بتوجدش مكانة غير مليئة من ملحمة اصلا يعني الفريق ده ما بيعافش يكسب حاجة عادي ما بيعافش يكسب حاجة سهلة كعادي يعني زمالك لو كسبانوا ماتش سهلة وجميل كده لا يحصل حاجة لازم وبعدين نحتفل الزمالك بيعافش يعمل حاجة لحظات ايقونية دي هي وجميل زمالك بيحبوا الحاجات بس بيصانعيتها